نظمت جامعة طنطة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية قافلة تنموية شاملة في قرية إشنواي بمركز الصنطة في إطار الدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1030 حالة من خلال 16 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان مع تحويل 78 حالة إلى مستشفيات طنطة الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان وتقديم الخدمات البيطارية لأكثر من ألف رأس ماشية وطيور وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة